السلام عليكم ورحمة الله في حلقة النهاردة ان شاء الله هوري لكم ازاي تقدروا تخزينوا الجبنة الاريش من السنة للسنة بخمس طرق مختلفة تختاروا منهم الطريقة اللي انتو عايزينها على حسب مدة التخزين اللي انتو حابين تخزينوا فيها الجبنة الاريش كمان هقول لكم مميزات وعيوب كل طريقة و ايه اقصى مدة تخزين لكل طريقة فيهم و قبل ما ابدأ بدعوكم للي ما اشتركش في القناة اشترككم اكيد دي شرفني وفعلوا زر الجرس التنبيهات للكل وشاركوا الفيديو مع الناس المهتمة بموضوع الفيديو في البداية علشان نخزين الجبنة الاريش لازم نتأكد ان احنا جايبين الجبنة الاريش من مصدر موثوق فيه وطبعا انا عارفة ان انتو عايزين تقولولي دلوقتي الجبنة الاريش متوفرة في كل وقت ولو نزلنا الاسواق او السوبر ماركت هنلاقيها بسهولة جدا انا حب اقولكم ان وقت الشتا بيكون احسن وقت في الحليب الطبيعي كامل العناصر زي ما جبنا الزبنة الفلاحي في الوقت ده من السنة علشان بتكون في احسن حالتها على الرغم من وجودها برضو وتوفرها في الاسواق وفي السوبر ماركت لكن احنا بندور ان احنا نوصل في تغذيتنا لحاجة طبيعية مضمونة وموثوق فيها وفيها كل العناصر اللي جسمنا يحتاجها فعلشان كده احنا بنخزن اوانا عن نفسي بخزن الجبنة الاريش من السنة للسنة ونبدأ مع بعض على بركة الله في اول طريق التخزين عندي هحتاج فيها طبعا الجبنة الاريش وطبعا الكميات راجع لكم وكمية تقديرية من الملح وعلبة نشفة نظيفة علشان ارص فيها الجبنة في البداية هاخد كل قطعة من قطع الجبنة الاريش هبدأ ان انا الفها في الملح كويس جدا جدا كل جوانب هيكون جي فيها ملح ومن قدامه ومن تحته كل الاماكن احاول ان انا اغلف قطعة الجبنة الاريش بالملح كويس جدا وهبدأ ان انا ارصها في العلبة اللي انا هحفظ فيها الجبنة الاريش وكل ما بلف قطعة الجبنة في الملح كويس جدا ببدأ احطها جنب القطعة اللي فاتت بدون ضغط علشان ما اضغطش على الجبنة وابدأ ان انا اهري الجبنة معي انا عايزة القطعة تكون سليمة زي ما هي هبدأ ارص لحد ما العلبة اللي عندي اه تخلص وممكن ان انا اضيف ليها اضافة حلوة جدا ان انا اجيب اه ارن فلفل اه حراء اخسره كويس جدا وانشفه واديله شقة كده من النص اه وابدأ ان انا اوقفه اه جوه الجبنة او في نصها او حسب العلبة طبعا ان انا اه اه هشتغل فيها هيدي ريحة حلوة للجبنة بس مش هيخليها حراءة ولا اي حاجة وما تقلقوش من وجود الملح او اننا بنلف الجبنة في الملح ده مش هيخلي اه الجبنة حدقة جدا ولا اي حاجة لا ده هيعمل لي اه اكتر من فايدة اول حاجة لما انا ارص العلبة كويس جدا واغطيها واسيبها في التلاجة المدة يوم هلاحظ ان هي نزلت لي الشرش بتاعها او نزلت جزء من المياه بتاعتها ودي هتكون سائل الحفظ اه اللي هيحتفظ لي بالجبنة اه لاطول مدة ممكنة تاني حاجة هيحمي الجبنة من اي بكتيريا اه او تعفن اه وتالت حاجة هيحافظ على قوام قطعة الجبنة هيخليها متماسكة ومش هيطريها ولا يهريها بفتح العلبة بعد يوم او يومين من دخولها التلاجة بلاحظ ان هي نزلت اه كل مية الجبنة وهي دي المية اللي انا هستخدمها فالحفظ لكن طبعا هي مش هتكون كافية بالنسبالي فممكن ان انا اضيف عليها الكمية اللي باقية من الشرش اللي جي مع الجبنة طبعا زي ما انتو عارفين لما بنشتري جبنة قريش بيكون فيها كمية من الشرش هاخد الشرش كله وارس الجبنة في علبة تكون مفروضة شوية او مستطيلة بحيث ان الشرش يغطي كل قطع الجبنة طالما هي متغطية كويس بالشرش هتفضل عندي في التلاجة لمدة من 15 يوم لحد شهر ما فيهاش اي حاجة وهتكون زي الفل وكويسة جدا بطلع قطعة الجبنة ببدأ ان انا اشطفها بالمية علشان اتخلص من اي ملح زيد وببدأ استخدمها استخدامي العادي وتحاولي ان انت تطلعيها بمعلقة نشفة نضيفة مش بايدك علشان ما يكونش او ما يتكونش اي بكتريا على الجبنة وطبعا الشرش الزيادة ما بيترميش لان دي استخدمات كتيرة جدا ومنها طبعا ان احنا بنحفظ في الجبنة نبدأ في تاني طريقة مع بعض وهي طريقة التفريز وهي طريقة ما فيهاش اي مكونات ولا حاجة هي عبارة عن اننا بنجمد الجبنة لكن علشان نجمدها وتطلع معانا بنتيجة كويسة جدا وما تتأثرش بريحة الفريزر او تتهري او تتغير احنا بنلف كل كتعة جبنة لوحدها بلاستيك فيلمة او بستريتش او لو ما عندناش ممكن ان احنا نلفها كويس جدا كل قطعة لوحدها في اكياس تلاجة ده هيمنع عنها الهوى تماما هيخلي كتعة الجبنة تعود معاكي فعلا من السنة للسنة بدون اي تغير لا في قوامها ولا في طعمها ولا في ريحتها بل بالعكس هتكون كأنك لسه جايباها حالا فالطريقة دي كويسة جدا للحفظ اه بطريقة سنوية او بشكل سنوي وخصوصا للناس اللي بيجي لها كميات كبيرة من الجبنة القريش وما بتكونش عارفة هتعمل فيها ايه وكتير جمدوا الجبنة وبيقولوا بتتغير وطعمها بيبقى مش حلو والريحة بتاعتها بتبقى مش حلوة وبتتهري اه لا لو عملتوا زي ما انا بقول لكم كده بالزبط ولفيتوا كل قطعة جبنة لوحدها كويس جدا اه صدقوني مش هيحصل فيها اي حاجة وهتدعولي وهتحسوا ان انتو لسه جايبينها حالا مش هتلاقي اي تغير لفرحتها ولا في طعمها زي ما قلتلكم اهم حاجة ان انا الفها باحكام وابدأ ان انا ارصها في علبة وغطي العلبة كويس جدا وعلى الفريزر على طول وان شاء الله هتستمر معاكي لمدة سنة والطريقة التالتة معايا لحفظ الجبنة بتكون اه ان انا بجيب معايا علبة نشفة نضيفة بابدأ ارص فيها كمية الجبنة اللي عندي او اللي انا عايز احفظها بالطريقة دي اه طبعا العلبة حجمها بيكون على حسب حجم الجبنة او كمية الجبنة اللي انت هتحطيها اه وبحط ارنفلفل اه لكن لو انت مش عايزة تحطي ارنفلفل ممكن تحطي اي حاجة تانية تدي اه طعم زي البابريكا اه او حبة البركا لكن لو مش عايزة تحطي اي حاجة ممكن ان انت ما تحطيش وتخلي الجبنة اه تكتفي بيها هي بس اه بتجيبي ميا مغلية مبردة لكل كباية مياه هتحطيها على الجبنة هتاخد معلقة صغيرة من اه الملح ببدأ قلبها كويس جدا بعد ما تكون طبعا بردت تماما وبسبها على الجبنة بحيس ان المياه تغطي معايا الجبنة على الاخر لحيات ضغط العلبة لازم المياه تغطي الجبنة بشكل كامل علشان اضمن عدم تكون اه اي بكتيريا وده السبب اللي بيخليني اغلي المياه وابردها علشان المياه ما تكونش فيها اه اي ملوسات اه تعمل بكتيريا في الجبنة او تغير من لونها اه ببدأ اغطيها وبشيلها في التلاجة ومدة حفز الجبنة بالطريقة دي بتكون حوالي اه من عشرة لخمستاشر يوم في تلاجة بيكون تبردها اه كويس والطريقة دي بتعتبر من اسهل اه وابسط طرق اه تخزين اه الجبنة القريش لجل لمدة قسيرة ندخل مع بعض بعد كده على الطريقة الرابعة اه برضو هنجيب علبة وهنرس فيها كتع الجبنة اللي احنا عايزينها اه بشكل مظبوط وما نحاولش ان احنا نضغط على الجبنة طبعا علشان الجبنة معي طرية اه بضيف زعتر وده طبعا اختياري ده زعتر جاف وممكن ان انا حط سمسم او حبة البركة هتدي للجبنة طعمه كويس وكمان اه فايدة كويسة جدا اه وببدأ ان انا اغمر الجبنة عندي اه بزيت الزيتون او لو مش متاح عندك زيت الزيتون ممكن ان انتي تحطي زيت نباتي عادي اه برضو لازم ان احنا نغطي الجبنة كويس جدا بالزيت والزيت طبعا مش هيكون اه مهضر ولا حاجة انا كل ما باجي استخدم جبنة او اطلع جبنة علشان اكلها بياخد معيها معلقتين من الزيت وزي ما انتو بتشوفوا كده اللي بوريكو والمعلقة ان الجبنة كلها متغطية بالزيت علشان برضو مش عايزة سطح الجبنة يكون معرض معايا للهوى والطريقة دي اه حلوة جدا طبعا علشان اه وقتها برضو بيكون طويل بتوصل معايا لحد شهر في التلاجة وممكن كمان لو تبقى معايا زيت من زيت حفظ الجبنة ممكن اضيفه على الفول او اضيفه على السلطات او ممكن اضيفه في العجاي ان اللي انا بعملها هيدي طعم حلو جدا والطريقة الخمسة ببدأ ان انا كمان اجيب علبة ارس فيها كمية الجبنة اللي انا عايزاها وبيكون عندي حليب مغلي ومبرد طبعا على حسب كمية الجبنة اللي عندي وعلى حسب سعة العلبة وكل كباية من الحليب انا عندي تقريبا كباية من الحليب بحط لها معلقة صغيرة من الملح وبقلبها كويس جدا وببدأ برضو ان انا اصبها على الجبنة بحيث ان هي تغطيها بشكل كامل هي كل الفكرة طبعا في تغطية الجبنة بالسائل عموما ان لازم الجبنة ما تتعرضش معايا الهوى خالص علشان منع تكوين البكتيريا والتعفن والطريقة دي بتفضل عندي في التلاجة حوالي سبع ايام مش اكتر من كده طبعا اللبن بيكون مغلي كويس جدا جدا ومتبرد قبل ما ابدأ اصبه على الجبنة والطريقة دي بيكون فيها طعم الحليب مركز اوي للي بيحبوا طعم الجبنة يكون غني اكتر طبعا لما جبت كمية الجبنة عندي نتيجة الضغط في شوية من الجبنة اتهارسوا معايا خالص دول انا بعمل فيهم ايه بعمل فيهم فكرة كده حابة ان انا شاركها معاكم عندي كوبايتين من الجبنة القريش برضو طبعا طرية جدا آآ ببدأ ان انا انزل حوالي نص كوباية او كوباية لربع من الحليب في الخلاط وبضيف الاول نص كمية الجبنة عشان الخلاط طبعا يمشي معايا باخلط كويس آآ اول جزء من الجبنة وبعد كده بنزل بالجزء التاني واخلط كويس جدا لحد ما القوام معايا بيكون عامل زي جبنة الكوبايات او زي الجبنة كريمي هنا ممكن اعمل فيها اكتر من حاجة اول حاجة ان انا اعملها معاملة الجبنة الكريمي وحط عليها اضافات زي الملح البابريكا معلقة من الزبدة هتطلها طعم جميل ولون جميل آآ ممكن اضيف عليها سمسم آآ اضيف عليها زعتر حبة البركة اضيف عليها اي اضافات وتتاكل خلال اربع ايام آآ تفضل في التلاجة طبعا واقصى مدة بتفضل معنا في التلاجة اربع ايام او حاجة تانية ان انا آآ ببدأ ان انا احطها في مكعبات التلج وبتكون عندي زي المكعبات بالزبط آآ طبعا هنا بدون اي اضافات لاني مش هاكلها هنا هبدأ اضيفها لحاجات كتير جدا بعملها في الطبخ زي مثلا ان انا احط على البشاميل كان مكعب من المكعبات دي حوالي اثنين او تلاتة على حسب كمية البشاميل بتدي طعم جميل جدا وممكن اضيفها على آآ شربات اللي بالكريمة او شربات السيفود بتدي طعم حلو بس لازم اراعي ان هي آآ فيها نسبة من الملح وممكن كمان كنت احيانا بحط آآ على وش البيتزا لو ما عنديش جبنة متسرلة بتدي نفس لون الجبنة المتسرلة لكن طبعا مش بتمط آآ طبعا بعد ما صبتها في مكعبات التلج بسيبها تتجمد حوالي مثلا يوم او كام ساعة لحد ما تتجمد تماما وببدأ ان انا ارسها في علبة او في اكياس تلاجة وبشيلها في الفريزر وبتكون جاهزة معي على الاستخدام في اي وقت آآ انا عايزي آآ ببدأ بقى اقول لكم رأيي في كل طريقة بصراحة اول طريقة اللي هي طريقة آآ التجميد الطريقة دي بالنسبة لي طريقة حلوة جدا آآ ان هي تستمر معي فترة طويلة آآ تاني طريقة معايا وطبعا آآ بتحافظ جدا على القوام تاني طريقة معايا هي طريقة الحفظ في الميا آآ وملح الطريقة دي بصراحة بتبوش الجبنة جدا او بتخلي الجبنة طرية جدا آآ فطبعا الطريقة دي بفضلها للمدى القصير شوية آآ او لأيام مش اكتر من كده آآ الطريقة التالتة اللي معايا طريقة آآ الحفظ في الزيت دي طريقة من احسن الطرق بالنسباني لان هي بتحافظ على قوام الجبنة وانا لو تلاحظوا مصورا لكم النتيجة النهائية بعد حوالي تمان ايام من آآ حفظ الجبنة علشان آآ تشوفوا كل جبنة آآ حصل فيها ايه او كل طريقة حفظ لو تلاحظوا برضو طريقة الحليب اتهارت فيها الجبنة آآ بشكل كبير جدا آآ يعني هنقدر نقول وطريقة الشرش طبعا طريقة آآ كويسة جدا برضو بتحافظ على قوام الجبنة آآ هنقدر نقول ان طريقة الزيت وطريقة الشرش وطريقة التجميد من احسن آآ الطرق لكن طريقة الحليب والمية المملحة بتكون آآ قصيرة المدى شوية وما بتحافظش على آآ قوام الجبنة بشكل كبير وكنت برضو حابة اقول لكم ملحوظة بسيطة الاول لما كان بيبقى عندي كمية كبيرة من الجبنة القريش كنت ببدأ ان انا اهرسها بنفسي بالشوكة وابدأ ان انا احفظها باي طريقة سواء بالمية او بالحليب او بالزيت آآ لكن لاحظت في التلات طرق ان الجبنة ما بتستمرش معايا في التلاجة لانها بتشرب السائل اللي فيها تماما سواء زيت او مية او حليب وبيبدأ برضو السطح بتاعها ان هو بيبدأ يفسد معايا وما بتفضلش وقت طويل في التلاجة فالطريقة دي فعلا انا ما بنصحش بيها آآ علشان كده بنصح ان احنا نحط قطع الجبنة كاملة علشان نضمن ان المية مغطيها تماما وفي نفس الوقت قطعة الجبنة ما بتتشبعش بنسبة كبيرة من السائل وبالتالي بتكون طريقة معايا زيادة عن اللزوم وبكده اكون خلصت حلقتي معاياكم وبالنسبة لفويد الجبنة اللي احنا ما الحقناش نقولها في الفيديو هكتبها لكم جوة الفيديو او في صندوق الوصف بتمنى ان حلقتي تكون عجبتكم آآ ولو عجبتكم اضغطوا لايك وشاركوا الفيديو مع الناس اللي بتحبوهم آآ استودعكم الله الذي لا تضيعوا دائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته